اللي جاي يا جيمي عايز سألك على كوكا النهاردة عمل مباراة كبيرة جدا ورائعة كلمني عنه فنيا براحتك بس انا نتكلمني عنه فنيا براحتك عايز سألك سؤال بينكو سين كده هو طير محمد طير كان بيحتفل كده ازاي النهاردة ليه؟ يعني بحب بفهم انا الاحتفالات ناس كتير ياريت نعرض اللقطة بتعطير فكر الناس بيا اللي احتفال بعد راكلة الجزاء بعد الهدف التاني دي اسمع بيجين دانس او رأسة الحمامة بالانجليش يعني الرأسة دي رأسة شعيرة جدا جدا مين اشهر واحد كان بيعملها بعد بس من يعني هاتها بقى تاني ومشي على عدلتها عادي يعني اشهر حد كان بيعملها ومتسجلة باسمه حتى الناس اللي بتلعب بلاي ستيشن اشهر حد بيعملها كان ريت شاليسون نجم توتنم صح ونجم منتخب البروزيزين لعيب انت بتلعب بلاي ستيش ايوة لعيب انت لسه لسه انا لسه اخي بيعمل بكوصة دي انت عمك بتدور هو مين اللي بيعمل حركة دي بص بقى ريت شاليسون نزل لنارد الله اه 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 ارجع تاني وبعدين هروح للا اه دي 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 نزل الاحتفال نقرأ عن آآ آآ موقع في الجول آآ نزل الاحتفال بتاع طاهر وبتاع محمد شريف وآآ كهربا بعد تسجيل الجول آآ انه هم بيعملوا نفس الرأسة اللي هو مشهور بيها جدا وآآ وبيعملها دايما حتى موجودة في البلاي ستيشن ماشي بقى عادي وموجودة حتى في المباريات مع اسكر برازيل فاخر مع اسكر المنتخب برازيل كان بيعملها حتى زمانه كانوا بيعملوا معادي طبعا من البلاي ستيشن متسجلة باسم ريت شاليسون عشان كنا زي ما اتركوا وحطاها على انستجرام بتاعه آآ من شوية ده كل ده بلاي ستيشن ودي طبعا من دي من آآ من مع اسكر المنتخب برازيل هي كمان كان فيها صوت مميز جدا ان هو كان بيعملوا احيانا لما بيعمل الراسة لي انا زي ما اكتشفت يعني زي التأومة طيب الولاياتي فهو جمال ملك التفاصيل شاطر والله جد شاطر جد جاب الرجل اللي حلتنا هو بيسقف على فتوح فدي اللقطة هو بعد شايل منك خليفة والله يبالي سقف كم زقف لسيف الجزيرة بس فدي ده كان سر الاحتفال اللي ناس شايفتوا شوية غير كوكا